بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء نستكمل معنى في مقرر ماشين إلمنتس ديزاين 1 شابتر 6 اللي هو بيتكلم عن عندنا بالطبع الخطوة اللي بعد كده اللي هو سماكة اللوح المساعد سواء اذا كان من اعلى او من اسفل او من جهة واحدة او من كلا الجهتين سماكة اللوح المساعد في حالة وجود لوح مساعد في جهة واحدة فقط بيكون سمك اللوح المساعد واحد وربع سماكة اللوح اما في حالة وجود اللي هو double cover strap يبقى ده في single cover وده في double cover بيكون سماكة اللوح المساعد بتساوي 0.75 يعني 75% من سماكة اللوح الاصلي اللي هو ده طبعا الخطوة دي خاصة بال but joints بس but joints اما في حالة lab joints طبعا بيبقى عندي لوح على لوح بالشكل ده كده وبالتالي ما فيش اي الواح مساعدة الاتنين لوحين رئيسيين وبعمل لهم عملية ايه البرشام بالشكل ده فما فيش الواح مساعدة الخطوة اللي بعد كده هي حساب كفاءة الوصلة efficiency of the joint وعشان احسب كفاءة الوصلة بحسب اول حاجة بي تي زي ما تعلمنا قبل كده عرض اللوح ناقص القطر ضرب سماكة اللوح في سجما تي عند المقطع واحد يعني بي تي عند المقطع واحد بعدين بي تي عند المقطع اتنين طيب انا اخدت هنا دي واحدة بس على اساس ان انا عندي مصمار واحد هنا في المقطع اتنين عندي كان مصمار ادى مصمار و ادى مصمار يبقى بي ناقص اتنين دي اللي هما الاتنين دول طيب هنا بيقولي زائد strength تعوان in front of section اتنين اتنين ما ننساش ان اثناء عملية الشد على اللوح بالشكل ده كده المقطع ده ضعيف نظرا لوجود ثقبين فيه لكن ما ننساش ان امامه مصمار بيقاوم في حالة يبقى ده كمان هيتاخد فيه الحسبان يبقى هاجم عليه strength بتاع الشير بتاع مصمار واحد المقطع التالت نفس الكلام اوكي اللي هو اللي هو دي طبعا هتبقى بي تي ثري بي تي يبقى ناقص ثلاثة دي اللي هو هنا ثلاث مسامير طيب قدامه كم مصمار المقطع ده ادى واحد اتنين في مقطع رقم اتنين واحد كمان في مقطع رقم ثلاثة يبقى هنا بتاع ثلاث مسامير يبقى ثري ريفتز بعد ما حسبت بي تي واحد و بي تي تو و بي تي ثري اه باجي احسب كفاءة الوصلة ادى بي تي واحد بي تي تو بي تي ثري و ما ننساش ان احنا قبل كده واحنا بنحسب عدد المسامير حسبنا البي اس و البي سي هاخد الاقل منهم الخامسة او لو في اكتر من كده الاقل و فين احطه في البست هنا و في المقام احط البي اللي انا بجيبها منين من عرض الوصلة كاملا بدون ما انقص منه اي الديامتر ضرب شمك اللوح في سيجما تي وهنا بيطلع لكفاءة الوصلة اللي باضربها بعد كده في مية عشان يطلع البرشنت او النسبة المقاوية لكفاءة الوصلة بعد ما حسبت كفاءة الوصلة باجي بعد كده اعمل اللي هي بختار البيتش والمارجنا البيتش والدياجنا البيتش او الباك بيتش فيه على حسب الوصلة نفسها من خلال الجدول اللي قدامي ده اللي هو بيبين على حسب سمك البليت دي سمكات مختلفة بيديني الديامتر اف ريفيتس اه هول والديامتر اف ريفيت نفسه يبقى ده الثقب وده الريفيت وهنا بيديني البيتش تاعة الريفيت من المعادلة دي تلاتة دي زائد خمسة ميلي يبقى البيتش عندي هنا كده بحسبها تلاتة قطر المصمار زائد خمسة ميلي وطبعا بقربها الاقرب رقم صحيح بعد كده المارجن قلنا ما تقلش عن واحد ونص القطر عشان اضمن ان ما يحصلش تيرينج او تمزق على حفة اللوح والباك بيتش هنا اللي هي من اتنين ونص الى تلاتة قطر المصمار يعني لو ضربت اتنين ونص في الديامتر او تلاتة في الديامتر كلاهما صحيح ونقربها لاقرب رقم صحيح نكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه الدرس القادم ان شاء الله